اتراجعت أسعار الدهب مبارح بالليل فللي عايز يشتري دهب أو بيفكر أن هو يستثمر الفترة دي في الدهب ويريكماند لكل الناس يعني أي حد دلوقتي هتليه بيقولك اشتري دهب اشتري دهب مش ريش أي حاجة غير الدهب بس طبعا ما تشتريش الدهب غير لو أنت متابع السوق وشايف أنه فيه هبوط في السعر لأنه هو بجد بقى غالي جدا حتى بعد هبوط السعر بقى غالي جدا بس أنا مثلا كشخص كنت يعني مثلا الشهر فات بقول عايز اشتري دهب وبعد كده قلت لأ ده غير اللي عوي هستنى لما ينزل لقيته طلع فأنا شايفة أنه أي حد يلاقيه فرصة أنه شايف سعر الدهب بنزل يعني اكت اونت خلاص لأنه هو كده كده كل شوية بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل وكمان معظم من الوقت النسبة مش كبيرة قوي فلما يعني انتهز الفرصة أنه هو نزل أي كان كان النسبة يعني مشكلة الدهب يعني يعني يبقى الفترة مش ستيبل خالص كل يوم بزيادة مختلفة زي الدولار كده بالضام فإن هو ينزل في يعني السعر ينزل في جنيد دهب دي حاجة طبعا كويسة جدا ولكن الحكومة هنا يعني كتير قوي منهم بينصحهم أن انت لأ ما تشتريش دهب دلوقتي عشان هو لسه هينزل أكتر فقول لنا أنتوا يعني متوقعين برضو هو ينزل أكتر ولا خلينا أقول لكم بقى الخبر السعيد للي بيفكر أنه يشتري جنيه دهب دي فرصتك لأنه الجنيه الدهب نزل ألف جنيه ودهس is like the highest rate من فترة كبيرة جدا مبارح بالليل الموضوع ده حصل وخليني برضو أقول لكم بالتفاصيل إيه أسعار كل عيار نزلت بالنسبة قد إيه الدهب الجرام الدهب عيار 21 كان 4000 جنيه بقى 3875 كان 4000 جنيه بقى 3875 يعني تراجع بنسبة 125 جنيه I know it sounds insignificant بس لما بتجيبي كزا جرام بيعملين فرق في السعر ده فينتلي وسعر الدهب عيار 18 كان 3342 بقى 3320 فنزل بحوالي 29 جنيه وسعر الجنيه الدهب بقى وده record all time high سجل بدل سجل 31 ألف جنيه بدل 32 ألف جنيه أنا شو صدق الله إنه سعر 32 ألف جنيه ولا 31 ألف جنيه كان فيه فعلا خبر يعني القرابي بيقول ان هو وصل فعلا الرقم ده أو أعلى كمان فدلوقتي معنا كان هو نزل فعلا الجنيه الدهب interesting يعني very very interesting ألف جنيه يعني ده رقم ما حصلش بقى له فترة كبيرة جدا جدا وبرده لو أنتم حابين تعرفوا أنصة الدهب عالميا سجلت 2027 بدلا من 2035 يعني برضو نزلت في السوق العالمية 8 دولار حوالي 8 دولار فهو overall أصلا it's affected globally يعني decrease ده حصل globally فلو عايز تروح تشتري الجنيه دهب دي فلتتاخ لأنه هو نزل ألف جنيه نزل ألف جنيه فده رقم قياسي بالزد وذل اللي بيحصل اليومين دول بالأسعار مش ضمنين تاني مش ضمنين تاني مش ضمنين تاني مش ضمنين فعلا بس يعني هو الرقم برضو مخيف يعني إن هو يعني percentage دي أصلا أو 30 ألف ده حاجة أنا فكرة تقريبا في 2020 بالزبط في آخر 2020 كنت رايح أسأل على سعر الجنيه الدهب وكان حوالي ما بين 6000 و 7000 جنيه 1000 و 7000 جنيه وكان ساعاتها ناس بتقولي ما تشتريش ده غالي جدا ده كده غالي كده جنيه دهب أينو جنيه دهب كم 7000 جنيه 20 20 ده أربع سني أه أنا أصلا ثانية واحدة أنا شخصت أنا 20 20 من أربع سنين شخصتي أمضب أنا حسنة 20 20 كتن بارح حرفيا كتن بارح أنا عشان كده برضو يعني والرقم اللي انتي بتقوليه ده يعني مش عارفة حسنة برضو قليل قوي على 20 20 لا والله هي بجد كانت 7000 جنيه وكان ساعاتها كان غلي هو أصلا كان أرخص بكتير من كده اي كان بحوالي 5 6 20 20 20 20 بقد انتدر بقى يغلى في آخر السنة بقى ب7 أنا عايزة أصلا الجنيه دهب ده زمان يعني دايما كان بيقول هو كان بيتوزع على الناس كده كان بيجي موجود بطريقة كان بيجي هدية في الكاس كان يعني موجود بطريقة يعني عادي يعني عشاها بكده دلوقتي دلوقتي بقى صار وابغا قولونا برضو رأيكو في التعليقات احنا منحب نسمع رأيكو قولونا هل هتشتروا الجنيه الدهب دلوقتي ولا هتستنوا الأسعار تنزل تاني ولا هتعملوا ايه شاركونا في التعليقات هل انتوا شايفين انه هينزل اكتر من كده ولا ولا خلاص ولا ايه بحد هنا